الوليد نحن لا نطلب إلا كلمة فالتقوا البايعة واذهب بسلام لجموع الفقراء فالتقوا لها وانصر في ابن رسول الله حقنا للدماء فالتقوا لها آه ما أيسرها إن هي إلا كلمة الحسين كبرت كلمة وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى كلمة ما شرف الرجل سوى كلمة ما شرف الله سوى كلمة ابن مروان فقل الكلمة واذهب عنا الحسين أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة دخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذغور الكلمة نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري الكلمة فرقان بين نبي وبغي بالكلمة تنكشف الغمة الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة عيسى ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم الكلمة زلزلة الظالم الكلمة حصن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة ابن الحكم وإذن الحسين لا رد لدي لمن لا يعرف ما معنا شرف الكلمة الوليد قد بايع كل الناس يا زيدة إلا أنت فبايع الحسين ولو وضعوا بيدي الشمس ابن مروان فلتقتله اقتله بقول الله تعالى ابحث عن آية اقتله بقول رسول الله فيمن خرج عن الإجماع الحسين أتقتلني يا ابن الزرقاء بقولة جدي فيمن نافق أتزيف في كلمات رسول الله أمامي يا أحمق أتقتلني يا شر الخلق أتؤول في كلمات الله لتجعلها صوت عذاب تشريعه فوق امرئ صادق صادق المشاهدة لو عاوز تعرف أكثر عن أحداث كربلاء وما حدث من بداية تنازل الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة وخروج الحسين ثائرا على خلافة يزيد بن معاوية حتى يوم استشهاده رضي الله عنه وحقيقة مكان دفن رأسه الشريف يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة للنهاية بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد هو الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطالب ابن هاشم الصبت الشهيد هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وريحانته من الدنيا ولد بعد أخيه الحسن وروي عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من سماه حسين وقد سماه أبوه قبل ذلك حربا وقيل جعفر وقال الزبير ابن بكار حدثني محمد ابن الضحاك الحزمي قال كان وجه الحسن يشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جسد الحسين يشبه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبع سنوات وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وروا أحمد عني علي بن مر الثقافي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين الحسين صبط من الأصباط ولما استشهد والد الخليفة علي بن أبي طالب كان عمر 36 سنة وقتل الحسين يوم الجمعة يوم عشراء في المحرم سنة 61 هجرية وعمره 57 رضي الله عنه وفي الروايات الشيعية عن مكان موت الحسين قال علي المحسن الشيخ الشيعي بأن في حديث صحيح أن النبي أخبر الحسين بأنه سيقتل في العراق في أرض تسمى كربلاء وبكى عليه وهو لا يزال صبيا صغيرا والحديث عن أنس بن مالك أن ملك القطر استأذن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال لأم سلمة املك علينا الباب لا يدخل علينا أحد قال وجاء الحسين بن علي ليدخل فمنعت فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منكبه وعلى عاتقه قال فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أتحبه قال نعم قال إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها قال ثابت بلغنا أنها كربلاء وفي رواية أخرى للحديث عن أم سلمة إن ابن هذا يعني الحسين يقتل بأرض من أرض العراق يقال لها كربلاء فمن شهد ذلك منكم فلينصره أما بالنسبة لمواقفه بعد استشهاد والده خليفة المؤمنين علي بن أبي طالب واللي منها بدأت الحكاية فالحسين بايع أخاه الحسن بحكم الأكبر ولكن معاوية بن أبي سفيان رفض المبيعة بل وأقرب إنه خليفة المؤمنين من بعد علي رضي الله عنه لكن الحسن والحسين وكم معاهم كمان عبد الله بن الزبير اتفقوا يكونوا الأمر شورى بينهم كما وصل رسول صلى الله عليه وسلم لكن معاوية رفض ولأن القوة كانت في صالحه بسبب تعداد جيشه الكبير قرر الحسن إنه يتنازل عن الخلافة علشان يحمي المسلمين من التفرقة وبرغم أن بعض الروايات اللي بتقول إن الحسين عارض الحسن في القرار ده إلا إن في النهاية وافئ على كلام أخو وأقرب البيعة لمعاوية والعلاقة ما بين معاوية والحسين كانت علاقة احترام وتقدير حتى معاوية أوصى ابن يزيد وقال له انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحب الناس إلي فاصل رحمه وارفق به يصلح لك أمره فإن يكن منه شيء فارجوا أن يكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخاه وفضل الحسين رضي الله عنه يا صديقي على علاقة قوية جدا بأهل الكوفة بل كمن بيعتبروا إمامهم بعد استشهاد الحسن بالسمة ووفاة الحسن ظهرت لها روايات كتير عن مين اللي قتله بالنسبة للرواية الشعية إن الحسن قد تم سمه عن طريق زكته جعدة بنت الأشعف الكندي بأمر من معاوية بن أبي سفيان مقابل إنه يزوجها لابن يزيد مع ميت ألف درهم وبعد ما عملت كده أخلف معاوية اتفاق معاها فدلها المال ولم يزوجها من يزيد أما أهل السنة فقالوا بإنه رفض يقول مين اللي أعطاه السم ودل تم ذكر في كتاب سير أعلام النبلاء قال عن عمير بن إسحاق قال الحسن قد سقيت السم غير مرة ولم أسق مثل هذه إني لأضع كبدي فجاء الحسين فقال أي أخي أم بيني من سقاك قال لما لتقتله قال نعم قال الحسن ما أنا محدثك شيئا إن يكن صاحب الذي أظن فالله أشد نقمة وإلا فوالله لا يقتل بي بريء والحقيقة إن ما فيش أي شبهة من أريب أو من بعيد عن إن معاوية لي دخل بمقتل الحسن شوف يا صديقي بعد ما أخذ معاوية البيعة لابن يزيد في حياته وتراجع عن الاتفاق بينه وبين الحسن عندما تنازل له عن الخلافة بإن الأمر سيكون شورى من بعد معاوية الحسين اشتعل غضبا تجاه معاوية وقرر إنه يعلن بشكل رسمي معارضته ورفض المبيعة عدم مبيعة الحسين ليزيد صديقي كان معناه إنه مش هيد الشرعية للحكم الأموي ودي كانت حاجة الأمويين حرصين عليها جدا وموقف الحسين من بيعة يزيد بن معاوية كان موقف معارض وشاركه في المعارضة عبد الله بن الزبير والسبب في كده حرصوهم على مبدأ الشورى وإن الله يتولى الأمة يكون أصلح واحد فيها الممنعة الشديدة من الحسين وابن الزبير ظهرت بشكل عملي بعد كده فالحسين رضي الله عنه كان معارض للصلح واللي خلا يقباله هو متابعة أخوه الحسن بعد كده الحسين استمر في تواصله مع أهل الكوفة وكان بيعيدهم بالمعارضة ولما معاوية مات زعماء الكوفة كتبوا للحسين وطلبوا منه يجيلهم على وجه السرعة ومن الأسباب اللي خلت الحسين يخرج إن معاوية ما كانش ملتزم بشروط الصلح مع الحسن اللي من ضمنها زي ما قال ابن حجر الهيثمي بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين الحسين شاف إن محاولة معاوية بتوريث الحكم لابن يزيد مخلفة واضحة لمنهج الإسلام في الحكم ومع ذلك هو ما خركش على معاوية لأنه كان مبايا لوب الخلافة زي ما قلنا من شوية عشان يوحد المسلمين ففضل على عهده والتزامه لكن بعد وفاة معاوية الموقف اتغير والحسين ما بقاش فيه بيع تكبره على السمع والطاعة والدليل على ده محاولة والي المدينة الوليد بن عطبة ياخد البيعة ليزيد من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وإنهم سفروا المكة من غير ما يبيعوه وده خل موقف الحسين ضد الحكم الأموي يمر بمرحلتين الأولى مرحلة عدم البيعة ليزيد وسفروا المكة وفي المرحلة دي أسس الحسين موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرته الشرعية لحكم بني أمية هو كان شايف أن البيعة ليزيد مش جائزة لسببين من الناحية الشخصية يزيد مش صالح يكون خليفة للمسلمين لأنه ما فيهوش شرط العدالة وكمان الحسين أحق منه بالخلافة لأنه أعلم وأصلح وأكفأ وأكثر قبولا عند الناس من يزيد ومن الناحية السياسية ما فيه شرط الشورى والأمويين متأثرين بالسلطة وده مخالف للمنهج الإسلامي في الحكم والحسين كان منطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وعدم بيعة الحسين ليزيد كانت معناها عدم إعطاء الشرعية للحكم الأموي وده كانت حاجة الأمويين حرصين عليها جدا زي ما قلنا فكتب يزيد لوالي في المدينة أنه ياخد البيعة من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأنه ياخدهم بالشدة لحد ما يبيعهم وفي نفس الوقت عدم المبيعة كان بيد الحسين حرية الحركة السياسية واتخاذ القرار اللي يشوفه مناسب لمقاومة الحكم الأموي المرحلة الثانية هي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي وطرح نفسه كبديل للسلطة الأموية في دمشق وهنا لازم نلاحظ أن الحسين قعد في مكة كم شهر قبل ما يخرج للعراق فوصل لمكة في ثلاثة شعبان سنة ستين هجرية وخرج للعراق في تمانية منذ الحجة من نفس السنة وفي الفترة دي كان الحسين رضي الله عنه بيراسل أهل العراق وجالوا بعض الناس بيستنجدوا به من الحكم الأموي لحد ما شاف أنه لازم يقاوم الظلم ويزيل المنكر وإن ده واجب عليه وشعته في العراق كانوا على اتصاب به وتمت بينهم مراسلات ووصل الحسين بن علي لقناعة راصخة وبنى قرار السياسي على فتوى اقتنع بيها في مقاومة الحكم الأموي وكان شايف أن بني أمية ملتزموش بحدود الله في الحكم وخالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والحسين رضي الله عنه بنى فتوى بتسلسل منطقي شرعي فاستبداد بني أمية والشك في كفاءة وعدالة يزيد يوجب عدم البيعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على علماء الأمة ومن أكبر المنكرات حكم بني أمية واستبدادهم وبما أن الحسين ما كانش في عنق بيعة وواحد من علماء الأمة وسادتها فهو أحق الناس بتغيير المنكر وعلى هذا فموقفه مش خروج على الإمام بل هو تغيير المنكر ومقاومة للباطل وإعادة الحكم إلى مسار الإسلام الصحيح ومن دليل حرص الحسين رضي الله عنه على إن فتوى وتحركاته السياسية تكون متماشية مع تعليم الإسلام وقواعده وامتناعه عن إنه يفضل في مكة لما قرر إنه يقاوم يزيد بعيد عن البيته وتكون ساحة الحرب هناك بيقول لابن عباس لأن أقتل بمكاني كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل بمكة وتستحل بي حاول ابن عباس إنه يمنعه لكن محاولته ما كانتش مجدية في إقناع الحسين على الرغم من إنه كان بيحاول يوضح له إن الخروج هيكون مصيره الموت إلا إن الحسين رفض بشكل قاطع إنه يسمعه بعد ما جات الرسائل الكتير من زعماء الكوفة اللي بيطلبه من الحسين رضي الله عنه إنه يجي بسرعة ولما شف إن العدد مشجع جدا قرر إنه لازم يتأكد من الوضع فبعت ابن عمه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب عشان يتأكد له من حقيقة الخبر ولو كان اللي بيقوله صحيح يروح لهم خرج مسلم بن عقيل مع عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وقيس ابن مسهر الصيداوي وعمارة ابن عبيد السلولي ولما وصل مسلم المدينة خد معا دليلين وفي الطريق للكوفة تاهوا في البرية ومت واحد من الدليلين عطشا ساعتها كتب مسلم للحسين يطلب إعفاءه من المهمة بسبب إحساسه بالصعبات اللي هتقابله في الكوفة لكن الحسين رفض طلبه وأمر يكمل المسير إلى الكوفة ولما وصل مسلم بن عقيل للكوفة نزل عند المختار ابن أبي عبيد لكن لما جاء عبيد بن زياد وتولى إمارة الكوفة وبدأ يشدد على الناس نقل مسلم عند هانئ ابن عروة عشان يتخفى لأن هانئ كله مكانة وأهمية كواحد من أعيان الكوفة ولما بدأ الشك يدخل في قلب ابن زياد من هانئ خف مسلم بن عقيل على نفسه وانتقل لفترة قصيرة جدا عند مسلم ابن عوسجة الأسدية ولما عرف أهل الكوفة أن مسلم بن عقيل وصل رحوله وبيعه 12 ألف شخص والمبيعة دي تمت بصورة سرية ومع حرص شديد ولما تأكد لمسلم بن عقيل صديقي رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه كتب للحسين أما بعد فإن الرائد لا يجذب أهله إن جميع أهل الكوفة معك فأقبل حين تنظر في كتابه هنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة وإنما فيش عليهم إمام زي ما أهله فلازم في الحالة دي يوفي بعض ليهم فكتب لأهل الكوفة وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم فإذا كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجة منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأته في كتبكم أقدم عليكم إن شاء الله لما وصل الحسين بن علي كتاب مسلم بن عقيل اللي بيطلب منه القدوم للكوفة وإن الأمور مهيئة لقدومه فعلا بدأ الحسين بن علي يتجهز وعذم على المضي إلى الكوفة بأهله وخصته ولما عرف محمد بن الحنفية إن الحسين ناوي يخرج إلى الكوفة قالوا وقال يا أخي أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك تنحى ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت ثم بعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايع لك حمدت الله على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ويذهب به مرؤتك ولا فضلك إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتاتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون فتكونوا لأول الأسنة فإذا خير هذه الأمة كلها نفسا وأبا وأما أضيعها دما وأذلها أهلا الحسين رد وقال فإني ذاهب يا أخي فأكمل محمد بن الحنفية وأله فانزل مكة فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وإن نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنتظر إلى ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالا ولا تكون الأمور عليك أبدا أشكل منها حين تستدبرها استدبارا فأل الحسين يا أخي قد نصحت فأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديدة ولما عرف عبد الله بن العباس نية الحسين في الخروج ذهب إليه وقال له يا ابن عمي إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبين لي ما أنت صانع الحسين قال قد أجمعت المسيرة في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى فأل ابن عباس أخبرني إن كان عدوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم وإن كان أميرهم حيا وهو مقيم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال ولا آمنوا عليك أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك فيكون الذي دعوك أشد الناس عليك الحسين قال إني أستخير الله وأنظر ما يكون بس ابن عباس حس من كلام الحسين إنه مستعد للخروج حتى لو كان مصير الموت حتى لو كان بيحاول يخفض عنه عشان عارف إنه مش موافق على خروجه تاني يوم ابن عباس رحل الحسين وقال يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهم وإلا فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا ويأبيك به شيعة وكن عن الناس بمعزل واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب الحسين رضي وقال يا ابن عم والله إني لا أعلم أنك ناصح شفيق ولكني قد أزمعت المسير قال ابن عباس فإن كنت ولا بد سائر فلا تسر بأولادك ونسائك فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه محاولات ابن عباس صديقي كلها ما كانتش مفيدة في إقناع الحسين حتى لما وضح له عوامل الفشل اللي هو شعفها ابن عباس كان بيطرح له بدائل زي الانتظار لحد ما أهل العراق يسيطروا تماما على إقلمهم ويحرروا من سلطة بني أمية وهو عارف أنهم مش هيقدروا فبالتالي هيعجزوا عن حماية الحسين أو أنه يروح لليمن حيث النجاح ممكن يكون أسهل وأكتر أمان وأقل وطأة من رحيله للعراق ومن كلام ابن عباس باين أنه مش مخالف الحسين في خروجه على يزيد من الناحية الشرعية لكنه كان مخالفه من الناحية الاستراتيجية فكان شايف أن الحسين ما يروحش للعراق لحد ما يتأكد من قوة شعته وأنصاره هناك وأن الأمويين لم يعد لهم نفوذ ولو كان لازم يروح يبقى اليمن أبعد عن النفوذ الأموي وفيها أماكن كتير للتخفي حتى يتمكن من جمع القوى الكافية لمقاومة الأمويين عبد الله بن عمر هو كمن نصح الحسين رضي الله عنه في أكتر من موقف لما عرف أن ابن الزبير والحسين رايحين مكة ورفضين بيعة يزيد أبنهم قال أذكركم الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظران فإن اجتمع عليه الناس لم تشذا وإن افترق عليه كان الذي تريدان ولما وصل المدينة وعرف أن الحسين ناوي رحل أهل الكوفة لحقوا ابن عمر على مسيرة ليلتين وقال له أين تريد؟ قال الحسين العراق ومعه طوامير وكتب فقال له ابن عمر لا تأتيهم فقال الحسين هذه كتبهم وبيعتهم فرد ابن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير منكم فارجعوا لكن الحسين رفض فاعتنقوا ابن عمر وقال استودعك الله من قتيل وكمما ضمن للنصح الحسين بعدم الخروج كان عبد الله بن الزبير برغم بعض الروايات الضعيفة اللي بتتهم بإنه أقنع الحسين بالخروج إلى الكوفة هو نفسه ثبت عنه إنه نصح الحسين وحذره من مغبة مغادرة مكة والذهاب إلى الكوفة وقال له نصحا أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فرد الحسين لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أقتل بمكة وتستخل بي بعض الصحابة صديقي كانوا شايفين اللي لنوي عمر الحسين هو خروج على الإمام صاحب البيعة وكانوا شايفين أن خروج الحسين هيكون نذير شر وبلاء على الأمة مهما كانت النتائج لأي من الطرفين وكان تحذير الصحابة من خيانة أهل الكوفة جميع النصحين حذروا من خيانة أهل الكوفة وعدم الثقة بيوعدهم وجميع النصحين كانوا متوقعين مقتل الحسين إذا أصر على الخروج للكوفة مواقف الصحابة زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير توضح أنهم كانوا حريصين على حياة الحسين وعلى تجنب الفتنة والبلاء اللي ممكن يجي من خروجه ونصائحهم كانت مبنية على تجارب سبأة وشهادتهم على الفتن اللي حصلت وكانوا شايفين أن البقاء مع الجماعة وعدم الخروج هو أفضل حال في النهاية المحاولات دي كلها ما إدرتش تقنع الحسين بتغيير رأيه وذا بيبين مدى تصميمه وإصراره على موقفه رغم المخاطر والتحديات اللي كان عارف أنها تقبله وكتبت عمرة بنت عبد الرحمن إلى الحسين تعظم عليه ما يريد أن يصنع وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة وتخبره إنه إنما يساق إلى مصرعه من الواضح إن جميع الصحابة والتابعين إلى نصح الحسين كانوا متفقين على عدم ثقة بوعود أهل الكوفة وتحذرهم من الخروج وتوقوهم لمقتله لو استمر في مسرته ومواقفهم دي ما كانتش نبع مثلا من تأييدهم ليزيد أو معاوية بل الموضوع بسبب حبهم الشديد ليه ومحاولة تجنب الفتنة والبلاء من كل المواقف اللي اسمعتها يا صديقي يبن أدئي المحاولات اللي كانت بتهدف لحماية الحسين وتجنب الفتنة لكن الحسين كان مصر على موقفه ومؤمن بوكبه ودوره وده وصلنا في النهاية إلى المأساة اللي شهدتها كربلاء طب يا صديقي تفتكر دي كانت التحذيرات بس بالعكس كان في من التابعين والصحابة اللي خارجوا علشان يوقفوا الحسين عن فعله زي مثلا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث للحسين يا ابن عبد إن الرحمن تظهرني عليك وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك رد الحسين يا أبو بكر ما أنت ممن يستغش ولايتهم فقل قال أبو بكر قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنيا فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره فأذكرك الله في نفسك فالحسين جزاك الله يا ابن عم الخير ومهما يقضي الله من أمر يكن فرد أبو بكر إن لله عند الله نحتسب أبا عبد الله ونقل الذهبي عن سعيد بن المسيب قوله لو أن الحسين لم يخرج لكان خيرا له لما الحسين قرر يستجيب لدعوة أهل الكوفة يزيد صديقي كان متأكد من تصميمه فكتب لابن عباس لأنه كان شيخ بني هاشم وعالم المسلمين في وقته وقال له ونحسب أن رجالا أتوه من المشرق فمنوه الخلافة فإنه عندك منهم خبرة وتجربة فإن كان فعل فقد قطع وشائج القرابة وأنت كبير أهل بيتك المنظور إليه فكففه عن السعي في الفرقة يزيد كمان كتب أشعار لأهل مكة والمدينة من قريش يحذرهم من الحرب ويحثهم على السلام وقال يا قومنا لا تشبوا الحرب إذا خمدت وأمسكوا بجبال السلم واعتصموا فانصفوا قومكم لا تهلكوا بذخا فرب ذي بذخا زلت به القدم رد على ابن عباس وقال إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه ولست أدعي النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفي بها الثائرة وفي الوقت ده الشعف الكوفة كانوا بيبيع مسلم بن عقيل ولما النعمان بن بشير الأنصاري والي الكوفة حص بخطورة الوضع خطف في الناس وقال لهم اتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال لكن يا صديقي عبيد الله بن زياد اللي كان والي البصر وقتها كان عنده جواسيس بيجمع معلومات عن المعارضة وإدر يخترق أدباع مسلم بن عقيل وكلف واحد من رجاله بالمهمة اداله مبلغ من المال علشان يقرب من مسلم ويوصل لكل أخباره النعمان بن بشير كان بيتعامل بحذر مع أنصاري الحسين وده زعل المواليين للأمويين في الكوفة ومنهم عبد الله بن مسلم ابن سعيد الحضرمي اللي رح للنعمان وقال له إن طريقته ضعيفة ولازم يكون أشد لكن النعمان رد عليه وقال إنه بيرائي بالله في كل خطوة يزيد ما عجبتهوش سياسة النعمان عزله وعين عبيد الله بن الزياد والي على الكوفة وكتب له إن شيعة من أهل الكوفة كتبوا إلي يخبروني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ليشق عصى المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتثقه أو تقتله أو تنفيه والسلام وبعدها قرر ابن الزياد يدخل الكوفة متلثم وناس كانوا فكرين حسين بن علي وكل ما يعدي على مجموعة من الناس يسلموا عليه ويقولوا مرحبا بك يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم فلما اتجمعوا عند الأصر صحفيهم مسلم بن عمر وقال لهم تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن الزياد لما نزل بن الزياد في القصر نادى الصلاة جامعة اتجمع الناس فخرج وخطبهم ووعدهم بالخير لو أطاعوا وتوعدهم بالشر لو خالفوا وحاولوا الفتنة عبيد الله بن الزياد بدأ يخترق تنظيم مسلم بن عقيل عن طريق جواسيسه فكلف واحد من رجاله بمهمة التجسس اداله فلوس وقال له خذ هذا المال وانطلق فالتمس مسلم بن عقيلة وتأتى له بغاية التأتي الرجل رحل مسجد ولاء مسلم بن عوسجة قال له جعلت في داك اني رجل من أهل الشام مولى لذلكلاع وقد أنعم الله علي بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من أحبهم ومعي هذه الثلاثة الآلاف درهم أحب إيصالها إلى رجل منهم بلغني أنه قدم هذا المصر داعية للحسين بن علي فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه ليستعين به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته وبعدها قدر يوصل لمسلم بن عقيل ويعرف كل تحركاته ويبلغ ابن زياد بعد كده ابن زياد أمر بسجن هاني بن عروة بعد ما عرف أنه بيستضيف مسلم ابن عقيل وضربوا على وجهه وأدخلوا السجن مسلم بن عقيل صديقي لما عرف اللي حصل لهاني أما الرجال يتجمعوا وبدأ يتحرك نحو القصر ابن زياد كان دهية جاب أشرف الكوفة وخلاهم يعيطوا الناس ويخوفوهم من الحرب ومع الوقت الناس بدأوا يتراجعوا عن دعم مسلم وهنا كانت بداية الغدر فمسلم ابن عقيل بقي وحيدا في شوارع الكوفة وحد ست شفته سألته من أنت؟ قال لها أنا مسلم ابن عقيل هل لديك مأوى؟ دخلته بيتها لكن ابنها كمولى لمحمد بن الأشعف بلغ عنه وجم الشرطة أبضعلي مسلم بك في الطريق قالولو إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك ووقتها طلب مسلم يوصل رسالة للحسين إنه ما يجيش الكوفة عشان أهلها خذلوه ابن زياد أمر بقتله وأخذوا مسلم للقصر وهناك ضربوا عنقه وقطعوا رأسه بعدها قتلوا هاني ابن عروة وصلبوه في السوق وأمر ابن زياد بضرب أعناق اثنين من اللي كانوا بيخططوا لنصرة مسلم وصلبهم كمان في النهاية مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة اعتمدوا على العواطف والمشاعر لكن ما كانش عندهم تنظيم ولا تخطيط محكم والناس في الكوفة خذلوهم لم أصل خبر مقتل مسلم ابن عقيل الحسين كان خلاص خرج وبدأ يقابل جيش ابن زياد فالحسين قرر أنه يخرج من مكة يوم التروية اللي هو كان يوم تمانية منذ الحجة سنة ستين هجرية وتأولي مكة عمر بن سعيد بن العاص فيهم خطورة الوضع فبعت وفد للحسين بقيادة أخوه يحيى ابن سعيد ابن العاص وحاولوا يقنعوا يتراجع عن قراره لكنه رفض فنادوه وقالوا يا حسين ألا تتق الله تخرج عن جماعة المسلمين وتفرق بين هذه الأمة فرد عليهم الحسين بقول الله تعالى لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون وخرج الحسين متوجها للعراق مع أهل بيته وستين شيخ من أهل الكوفة مروان بن الحكم كتب لابن زياد وقال له أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك وهو الحسين بن فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلهم أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العم ولا يدع ذكره والسلام عليك كمان عمري بن سعيد بن العاص كتب له قال أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها تعطق أو تعود عبدا تسترق كما يسترق العبيد وفي الطريق إلى الكوفة أبل الحسين الشاعر المشهور الف رصدق في منطقة ذات عرق الحسين سأل الف رصدق عن رأيه في أهل الكوفة وتوقعات عن تصرفهم معاه وآل وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تتعبد العبيد استمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية اللي مر بيهم الحسين وألوله عن الخطر اللي بيدخل فيه لكنه كان متأكد من نجاح مهمته بالإشارة للعدد الكبير من أسماء المبيعين اللي معاه وما تنساش صديقي إن وقتها ما كانش يعرف اللي حصل لمسلم وإن أهل الكوفة بدأوا يتراجعوا عن وعدهم ليه وقتها صديقي ابن زياد بدأ ياخد تدبير علشان يحكم سيطرته على الكوفة ويمنع أهلها من الانضمام للحسين جمع المقاتلة ووزع لهم العطاء عشان يضمن وراءهم بعد كده بعت الحسين بن تميم الطهوي قائد شرطته لحد ما نزل بالقادسية وبدأ ينظم الخيل بين القادسية وخفانة وبين القادسية والقطقطانة ولعلع وأصدر أوامره للحسين بن تميم إنه يقبض على أي حد مش معروف أو مشتبه فيه وكمان أمر بن زياد ياخد أي حد يحاول يعدي من واقصة لطريق الشام أو طريق البصرة بحيث ما يسيبش حد يدخل أو يخرج ابن زياد كان هدفه من الإجراء ده إنه يقطع الاتصال بين أهل الكوفة والحسين بن علي والحسين ما كانش عارف بالتغيرات دي وهو في طريقه للكوفة ولما وصل لمنطقة الحاجز في بطن الرمة بعث قيس بن مسهر الصيدوي برسالة لأهل الكوفة يقولهم فيها بقدوم الحسين لكن الحسين بن تميم قابض على قيس لما وصل القادسية وبعته لابن زياد إلا أتلوا فورا بعد كده الحسين بعت مبعوث تاني لمسلم بن عقيل لكنه وقع في يد الحسين بن تميم اللي بعت به لابن زياد وآتلوا برضو الإجراءات الصارمة اللي اتخذها ابن زياد كان لها تأثير كبير على نفوس أذباع الحسين شافوا إن للأعلاقة بالحسين نهايته القتل بشكل بشع فبقى أي حد يفكر ينصر الحسين يتصور نهايته المؤلمة الحسين هنا صديقي بدأ يحس إن الأمور في الكوفة مش ماشية بشكل طبيعي خصوصا لما الأعراب ألولوا إن محدش بيخرج ولا بيدخل من الكوفة لما وصل الحسين منطقة زبالة وصل له خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة بجانب تخاذوا الأهل الكوفة عن نصرته الخبر المفجع ده كانوا وقع شديد على الحسين فدول أقرب النسلي وأهل الكوفة خذلوه وين ألل معاه من أحب أن ينصرف فلينصرف فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا بعض اللي ثبت معا ألوله ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف أن يكون عليك وبني عقيل إخوة مسلم قالوا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم انصرف الناس عن الحسين يا صديقي وبأش معاه غير اللي خرجوا معاه من مكة ولكنه استمر فيما سرته لحد ما وصل شراف وهناك أمر فتيانه يستقو ويكثره وكملوا السير ولما كان منتصف النهار واحد من أصحابه كبر الحسين سألوا الله أكبر ما كبرت الرجل رد رأيت النخل لكن المكان ما كانش في نخل يا صديقي واللي شافه كانت بوادر خيل جيش ابن زياد وبدأت طلائع خيل ابن زياد في الظهور كانت بقيادة الحر ابن يزيد وعددهم كان ألف فارس الحر ابن يزيد وصل للحسين ومن معه قريبا من شراف ولما طلب بأن الحسين الرجوع منعوا الحر وقال له إنه مأمور بملازمته حتى الكوفة الحسين وقتها صديقي أخرج الكتب اللي بتطلب منه القدوم إلى الكوفة لكن الحر واللي معاه أنكروا أي علاقة لهم بالكتب دي هنا الحسين رفض الذهاب مع الحر إلى الكوفة وأصر فالحر اقترح عليه يسلك طريق يجنب الكوفة وما يرجعش للمدينة الحسين وافق وسلك طريق العذيب والقادسية واتجه شمالا على طريق الشام الحر كان بيسير الحسين وينصح بعدم المقاتلة وإنه لو قاتل هيقتل لكن الحسين تجاه الكلام وكان بيصلي بالفريقين لما تيجي معد الصلاة نظم الحسين رضي الله عنه أصحابه وعزم على القتال المنطقة كانت معروفة باسم القطف وكان معاه 32 فارس و40 راجل ولما وصل لكربلاء قاب الخيل عمر بن سعد ومعاه شمر بن ذل جوشن والحسين بن تميم الجيش اللي كان بيقوده عمر بن سعد وكان مكون من 4000 مقاتل وكان أصلا متجه للري لجهاد الديلم ولما طلب منه ابن زياد أنه يروح لقتال الحسين رفض عمر بن سعد في البداية لكن ابن زياد هدده بالعزل وهدم داره وقتله فوافق وهو مجبر لما وصل الحسين لكربلاء أحاطت بالخيل وبدأ الحسين بن علي يتفاوض مع عمر بن سعد وبين له أنه ما جاش للكوفة إلا بطلب من أهلها وأبرز دليل على كده وأشر لحقيبتين كبار فيهم أسماء المبيعين والداعين للحسين لكن عمر بن سعد كتب لابن زياد بما سمعه من الحسين وقال بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب فقال كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم فسألوني القدوم ففعلت فأما إذا كرهوني فبدأ لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم ولما قرأ بن زياد الرسالة صديقي قال الآن إذا علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناص يعني خلاص كذا ما فيش مفر من القتال حتى لو طلب الحسين النجاة وكتب لابن سعد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت فأعرض على الحسين أن يبايع علي زيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام فعمر بن سعد لما قرأ جواب ابن زياد ساء تعنته وعرف ابن زياد مش عايز السلام والحسين رفض العرض ده لما شف خطرة الموقف وطلب من ابن سعد مقبلته وعرض عليه عرضتان في ثلاث نقاط أن يتركوه فيرجع من حيث أتى وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية وإما أن يسيروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فيكون واحدا منهم له ما لهم وعليه ما عليهم وقد أكد الحسين رضي الله عنه موافقته للذهاب ليزيد ولما أكد الحسين أن موافق يروح ليزيد عمر بن سعد كتب لابن زياد يوضح له أن الموقف المتأزم دتحل وأن السلام قرب وكل اللي على ابن زياد وقتها هو الموافقة والمصادر بترجح أن ابن زياد كان يوافق فعلا ويرسل الحسين ليزيد لو لا تدخل شمر بن ذي الجوشن اللي كان في المجلس وقتها واعترض وقال أن الأمر الصائب هو أن الحسين ينزل على حكم ابن زياد عشان يبقى هو المتحكم فيه بمعنى أنه يتم القبض عليه وبعدها يتقلل ابن زياد هو من أفرج عنه فكذا تتكسر شعبية الحسين وابن زياد يكسب شعبية أكبر لما وصل الخبر للحسين رفض الطلب ده وقال لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله ابن زياد أبدا وقال أصحابه أنتم في حل من طاعتي لكنهم أصروا على مصاحبته والمقاتلة معاه حتى الشهادة وقتها ابن زياد اتخذ إجراء احترازي خرج للنخيلة واستعمل على الكوفة عمر ابن حريث وضبط الجسر وما سفش حد يعبره لأنه عرف أن بعض الأشخاص من الكوفة بدأوا يتسللوا للحسين وفي صباح يوم الجمعة إلى عشر من محرم عم واحد وستين هجرية نظم الحسين بن علي رضي الله عنه أصحابه واستعد للقتال وكمعه 32 فارس وأربعين رجل وجعل زخير بن القين في ميمانته وحبيب بن مظاهر في الميسرة وأعطى الراية لأخوه العباس بن علي حط البيوت وراهم وأمر بجمع حطب وقصب يشعل فيه النار عشان يمنعوا جيش بن سعد من الهجوم من الخلف أما عمر بن سعد فنظم جيشه وجعل عمر بن الحجاج الزبيدي على الميمنة بدل الحر بن يزيد اللي انضم للحسين وشمر بن ذل جوشن على الميسرة وعزرة بن قيس الأحمسي على الخيل وشبث بن ريعي الريحي على الرجال وأعطى الراية لذويدة مولا الحر بن يزيد صديقي غير موقف بن الحسين بعد ما جنح الحسين للسلم شف إنه موقفه ضده مش منصف ولا عادل وإنه الزيقات الرجل يدعو للسلم المعركة بدأت بسرعة يوم الكرب والبلاء وكانت في البداية مبارزات فردية جيش عمر بن سعد واجه مقاومة شديدة من أصحاب الحسين اللي كانوا بيقاتله بفدائية والحسين رضي الله عنهم في الأول ما اشتركش في القتال وأصحابه كانوا بيدفوا عنه ولما قتلوا أصحابه محدش من جيش بن سعد اذ جرى إنه يقتله وكل واحد كان خايف يتحمل ذنب قتله وتمنوا إنه يستسلم وإنهم يخلصوا من الحرب دي لكن الحسين رضي الله عنه ما بينش أي نوع من الاستسلام بل كمان اكتشفوا إنه مقاتل بارع جدا لدرجة إن بعض الجنود كانت بتهرب منه والبعض الثاني كان بيهرب منه خوفا من إنه شيل ذنب قتل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شبري ابن تل جوشن خف إن الأمور تفلت من إيده فصحب الجند وأمرهم يقتلوه فهجموا على حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة قلبه وضربوا زرع بن شريك التميمي وطعنوا سنان بن أنس النخي وقطع رأسه وفي رواية تانية بتقول إن اللي أتله عمر بن بطار التغلبي وزيد بن رقاد الحيني أو شمر بن ذي الجوشن الضبي واستشهد الحسين بن عليه رضي الله عنه في العاشر من محرم سنة واحد وستين في كربلاء يوم الكرب والبلاء وحمل رأسه الشريف إلى ابن زياد في الكوفة وقيل اللي حمله خولي ابن يزيد الأصبحي ومات مع الحسين رضي الله عنه اتنين وسبعين رجل ومن جيش عمر ابن سعد اتقتل تمانية وتمانين رجل بعد المعركة أمر عمر ابن سعد إن محدش يدخل على نساء الحسين وصبيانه ولا يتعرض ليهم بسوء وبغد برأس الحسين ونسائه ومن كان معه من الصبيان إلى ابن زياد ومن آل أبي طالب اللي قتلوا مع الحسين رضي الله عنه من أولاد علي بن أبي طالب الحسين نفسه وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمانه من أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله غير علي زن العبدين لأنه كان عنده عليه الأصغر ومن أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر ومن أولاد عقيل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم بن عقيل اللي قتل في الكوفة وعبد الله بن مسلم ومن أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد 18 رجل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في معركة كربلاء العجيب إن الشيع في كتبهم وأسرطتهم عن نقتل الحسين ما بيذكروش أسماء زي أبو بكر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر بن الحسن عشان ما يقولوش إن علي بن أبي طالب سم أولاده على أسماء أبو بكر وعمر وعثمان وإن الحسين سم على اسم أبو بكر وده أمر عجب جدا حاوله بطرق كتير إخفاءه شوف يا صديقي عبيد الله بن زياد كتب إلى يزيد بن معاوية يقوله بلا حصل ويستشير في شأن أبناء الحسين والنساء لم أصل الخبر ليزيد بكى وقال كنت أرضى من طاعتكم أي أهل العراق دون قتل الحسين كذلك عاقبة البغي والعقوق لعنى الله بن مرجانة لقد وجده بعيد الرحم منه أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين وفرواية تانية قال أما والله لو كنت صاحبه ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعض عمري لا أحببت أن أدفعه عنه رضي يزيد على ابن زياد يأمر بإرسال الأسرى إليه وأمر ليهم بعشرة آلاف درهم فتجهزوا بها ومن هنا نعرف أن ابن زياد ما حمل أهل الحسين بشكل مؤلم ولا حملهم مغللين وأمر للأسرى بمنزل منعزل وأجرى عليهم الرزق والنفقة وكساهم وفرواية تانية إن محفز بن ثعلبة هو اللي جاب أبناء الحسين اليزيد لما دخل عليه قالت فاطمة بنت الحسين يا يزيد أبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا قال بل حرائر كرام ادخلي على بناتي عمك تجديهن قد فعلنا ما فعلت فدخلت فاطمة إليهم ولأتهم يبكون الحسين وأهله ولما دخل علي بن الحسين على يزيد قال يزيد إن أباك قطع رحمي وظلمني فصنع الله به ما رأيت علي بن الحسين كان في معركة كربلاء لكنه ما اشتركش في القتال بسبب المرض اللي كان بلازمه وكان أثناء احتدام المعركة طريح الفراش فحمل إلى بن زياد مع بقية الصبيان والنساء رد علي بن الحسين على يزيد بآية ما أصاب بالمصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فيزيد طلب من ابن خالد إنه يجيبه لكنه معرفش يقول إيه فقال يزيد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وبتحاول بعض الروايات الشعية صديقي إنها تصور أبناء الحسين وبناته وكأنهم في مزاد علني وأحد أهل الشام طلب من يزيد إنه يعطي إحدى بنات الحسين وده كذب واضح مالوش أي سنة صحيح وكمان عكس اللي تثبت عن إكرام يزيد لآل الحسين يزيد ما كانش بيستارد النساء ويخليهم عرضة للجمهور يختروا اللي عايزينه بل بالعكس أعوضهم ما فقدوه أضعاف وذكر إن راس الحسين أرسل إلى يزيد بس ده مش مؤكد لإن راس الحسين فضل عنده عبيد الله في الكوفة يزيد خيرهم بين الإقامة عنده أو الرجوع للمدينة فاختروا الرجوع للمدينة ولما مشوا من دمشق كرر يزيد اعتذاره لعلي بن الحسين وأمروا إنه يرفقهم وفد من موالي بني سفيان وكان عددهم حوالي 30 فارس وأمر المصاحبين ليهم إنهم ينزلوا في أي مكان يعجبهم وبعت معهم كمان محرز بن حريث الكلبي ورجل من بهرة وكانوا من أفضل أهل الشام وخرج ألي الحسين من دمشق محاطين بالاحترام والتقدير لحد ما وصلوا للمدينة ابن كثير قال عن يزيد وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه وردهم إلى المدينة في محاملة وأهبة عظيمة وقد ناح أهله على الحسين تفتكر بقى صديقي من المسؤول الحقيقي عن استشهاد الحسين رضي الله عنه هل هم أهل الكوفة اللي كتبوا للحسين بن علي وهو في المدينة وأقرعوا إنه يخرج ليهم مع إن الصحابة حذروا من الخروج لهم ولما عين بن زياد أمير على الكوفة تأخروا عن نصرة الحسين بل وانضموا كمان للجيش اللحرب وأتلوا زي مأل الحافظ ابن حجر فخذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة ولما تقابل الحسين مع جند الكوفة ناد زعماء أهل الكوفة ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وطمت الجمام وإنما تقدم جند لك مجند فأقبل قالوا لم نفعل فقال سبحان الله بل والله لقد فعلتم ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أن صرف عنكم إلى مأمني الصحابة الكرام زي أم سلمة رضي الله عنها لما جاء نعي الحسين لعنت أهل العراق وقالت قتلوه قتلهم الله عز وجل غزوه ودلوه لعنهم الله وابن عمر رضي الله عنهما قال لوفد من أهل العراق لما سألوه عن دم البعوض في الإحرام عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض البغددي في كتابه الفرق بين الفرق يا صديقي آل روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخل وذكر ثلاث مواقف غدر بعد مقتل علي رضي الله عنه بيعوا الحسن وغدروا به في صابات المدائن كاتبوا الحسين رضي الله عنه ودعوه للكوفة ثم غدروا به وصاروا مع عبيد الله يدا واحد عليه غدرهم بزيد بن علي بن الحسين مكثوا بيعته وأسلموه عند اجتداد القتال ولعبيد الله بن زياد اللي استمد جبروته من موافقة الخليفة يزيد بن معاوية خصوصا بعد قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة عبيد الله كميالا للشر بطبيعته وكان نفسه متطلع للغلو في مسيرته وتعطشر الدماء في سلطانه ورفض قبول خطة السلم اللي عرضها الحسين رضي الله عنه وكان لازم عليه يلبي مطالب الحسين أو يتركه يذهب ليزيد ابن الصلاح يا صديقي آل في فتاويه والمحفوظ أن الآمر بقتله والمفضي إلى قتله إنما هو بن زياد ويوسف العش قال إن المسؤول عن قتل الحسين هو أولا شمر وثانيا عبيد الله بن زياد والذهب قال الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه ونحن نبغضهم في الله ونبرأ منهم ولا نلعنهم وأمرهم إلى الله والعمر بن سعد بن أبي وقاص اللي كان قائد الجيش اللي حارب الحسين رضي الله عنه وبرغم نصح النصحين وترهيب المرهبين نفس ابن سعد كانت متعلقة بالدنيا وحب الإمارة كان في غنى عن قتال الحسين لو ضح بالمنصب وقبل طاعة الله ورسوله وأخيرا يزيد بن معاوية اللي كان آدر على توجيه أوامر صريحة لابن زياد بعدم قتل الحسين رضي الله عنه بس هو ما عملش كده لم وضعت الرأس الشريفة بين يديه قال لعن الله بن مرجان كنت أرضى من طاعتكم دون قتل الحسين بس دا لا يعفيه من المسئولية لأنه كان الخليفة وكان آدر يمنع القتل ابن تيمية صديقي قال وأما يزيد فظاهر الأمر أنه كره قتل الحسين رضي الله عنه وحاول أن يمنعه من الخروج ومع ذلك يتحمل يزيد مسئولية قتل الحسين لأنه قتل في خلفته وعلى أرض تسيطر عليها جيوشه أقوال الناس في يزيد مختلفة بعضهم قال إنه كان كافراً منافقاً والبعض الآخر لا يلعنه وأمره إلى الله لكن صديقي هو فين رأس الحسين بالضبط؟ وأين دفنت؟ الدكتور أحمد نبوي الأزهري الدعية الإسلامي قال في برنامج نبي الرحمة على قناة الناس أن بعد استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء وتم الطواف برأسه الشريف على عدد من البلاد والأمصار شرف الله مصر بوجود الرأس الشريف في حي الجمالية المعروف بحي الحسين في مصر والنبوي أكد أن العلماء والمؤرخين أثبتوا بالدلاء للقاطعة وجود الرأس هناك وأشار إلى أن أي شخص لديه قلب مليء بالحب وزار وصل في مسجد الحسين الشريف سيعرف ويتأكد أن رأس سيدنا الحسين موجودة في هذا المكان لكن برغم أننا مصريين لكن مش معترفين بحقيقة الكلام ده ابن تيمية استند إلى ما ذكره ابن دحية في العلم المشهور وأوضح أن الرأس دفن بالمدينة زي ما ذكر الزبير بن بكار وكمان أشار ابن تيمية إلى ما ورد في صحيح البخاري أن الرأس حمل إلى عبيد الله بن زياد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وألن للقلب إسناد منقطع أو مجهول عن حمل الرأس إلى يزيد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه هو كذب وإن أبا برزل أسلمي ما كانش في الشام عند يزيد بل كان في العراق أما بالنسبة للجسم الحسين فقد دفن بكاربلاء بالاتفاق ابن تيمية ذكر أن الثقات مثل ابن دقيق العيد وابو محمد عبد المؤمن ابن خلف الضمياطي وأبو بكر محمد ابن أحمد ابن القستلاني وأبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير كل دول أنكروا أمر المشهد بالقاهرة وقالوا إنه كذب وأنه ليس فيه قبر الحسين ولا شيء منه لكن الحياة صديقي برغم كل اللي بقوله ليك لكن لسه ما فيش أي شيء يثبت مكان الرأس وكأنها تحولت للوز كامل الجميع بيسعى وراءها أنت صديقي من وجهة نظرك وبناء على رؤيتك للحدث تفتكر الرأس الشريف مدفون فيه وبكده تكون خلصت حلقتنا هاستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عاوزين مواضيع إي نارضها في القناة وتشوف المواضيع اللي فاتت واللي جايها وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس سلام اشتركوا في القناة